بسم الله الرحمن الرحيم هل على الشيعة فقط أن يذوبوا في المحيط الإسلامي أم على جميع المسلمين أن يتخلوا عن أفكارهم الطائفية كتب لنا الأخ أبو مرتضى يقول الأستاذ أحمد الكاتب المحترم السلام عليكم أنا لا أستطيع أن أفهمك أنت نسفت الاعتقاد الشيعي الاثنى عشر من أساسه بتفنيدك أسس نظرية الإمامة وبطلانها وبنفس الوقت تصر على أن يبقى الشيعة بكيانهم ومراجعهم وحوزاتهم وكل باقي النظام الشيعي كيف يكون ذلك؟ الإمام بمسألة وخاصة الدينية العقدية منها لا يحتمل أوجه إما أن يؤمن أو لا يؤمن يعني إما أن يكون إماميا إثنى عشريا أو أن يكون مسلما فقط وهذا يعني أن يذوب الشيعة في المحيط الإسلامي الكبير ويتخلوا عن هويتهم التي هم مستعدون أن يضحوا من أجلها تحياتي في الحقيقة الأخ أبو مرتضى يعني في المقطع الأول صحيح أنا ناقشت وقلت أن هذه النظرية نظرية الأثنى عشرية هي نظرية تاريخية قديمة قبل ألف وكذا سنة وهي مولدت ميتة أساسا لأنه لم يكن يوجد إمام تذمحور حوله إمام غائب يعني ما موجود يعني أنه شيعة بلا إمام صاره وألف سنة ما كانوا أذم إمام من أهل البيت فهي نظرية تاريخية أما أنه أنا أصر على أن يبقى الشيعة بكيانهم ومراجعهم وحوزاتهم وكل باقي النظام الشيائي فهذا غير صحيح من ناحيتين ناحية الأولى أن الشيعة ليس وكذلك ما أعدم اسم النظام الشيائي وأدم كيان خاص وأدم كذا هذا مو صحيح في شيء اسم مرجعي نعم في أسماء نعم ولكن لا أنا عندي أسرار ولا هم عندهم أسرار على أن يبقوا هكذا إنما هم متحركون ومتطورون ومتغيرون دائما إذا نظرت إلى تاريخ الشيعة خلال مئة سنة مثلا من أيام الثورة الدستورية في إيران اللي دعت إلى المشروطة يعني إلى الديمقراطية إلى الثورة المعاصرة ثورة ولاية الفقيه وثورة الأنظمة الديمقراطية اللي يتبنوها الآن فهم ما يعني باقين كتلة معينة يعني محددة إنما تحصل أدم تطورات حصلت وتحصل حتى المرجعية في يوم الأيام كانت مثلا يعني عودة إلى العلماء واستفتاءهم في المسائل الشخصية ثم أصبحت المرجعية شبه كيان سياسي أو زعامة مثلا عند بعض الناس وليس عند كل الشيعة لا أمنهم بهذا المرجع وذاك كلهم وأيضا ما يكون شيء اسم لنظام شيعي الآن هم يؤمنون بالنظام الديمقراطي مثلا بالعراق وفي سائر البلاد ويشاركون بالانتخابات مع أخوانهم المسلمين والمواطنين وما يكون شيء يعني حد فاصل يفصل بين الشيعة وغيرهم حتى إحنا نجي افترض هائفة فكرة موجودة بالأذهان أنه لأيما كانوا قبل 1200 سنة 1400 سنة هؤلاء معصومون هؤلاء معينون من قبل الله هؤلاء كده ولكن هذا ما يأثر على سلوكهم اليوم ما يأثر على نظامهم السياسي اليوم لذلك هم يختارون حكامهم اليوم يختارون أئمتهم عن طريق الشورى أو عن طريق الانتخابات المباشرة فنجي نسوي أقدة هذه القضية لأنهم يؤمنون بالتاريخ بكذا وكذا فالآن هم صاروا كيان خاص لا مو كيان خاص صحيح السفكرة خاطئة ننتقدها ولكن لا يجوز أن ننظر للناس نظرة غير موضوعية وأعتقد من اسمك يا أبو مرتضى يمكن تكون شيعي أنت سابقا أو كذا ما أدري فيقول إما أن يؤمن أو لا يؤمن يعني إما أن يكون إمامين 12 أو يكون مسلما فقط هم مسلمين الشيعة مسلمين والإمامة 12 تتعلق بالفكر السياسي القديم البائد قبل 1200-1300 سنة والآن عامة الشيعة حتى في إيران في الحقيقة إذا نظرنا إلى حقائق الأمور وليس إلى الشعرات والإسماء والعناوين والقشور والثياب فالشيعة الآن عامة الشيعة ليس إمامية ولا إثنية عشرية يعني ما ينتظرون الإمام المهدي حتى يقيم الدولة هم أقاموا الدول وهذا طبعا نوع من الثورة على الفكر الإمامي الاثنى عشرية فحقيقتهم ما يلتزمون بالفكر الإمامي فأنت ليش مهتم بالموضوع وصير يعني محتد في هذه المسألة وهذا يعني أن يذوب الشيعة في المحيط الإسلامي الكبير ما مضاعبين من زمان تسأل الناس أنت شيعي وليس أنني بيقولك والله ما أدري الفوارك ذائبة في كثير من الناس وأشياء وهمية وإسمية فقط مو أشياء حقيقية ثم أن المشكلة لا تنحصر في الشيعة فقط حتى يذوبوا في المحيط الإسلامي الكبير هناك مثلا حركات سلفية حركات مثلا تؤمن بحكومة المتغلب صدام حسين في شريحة من المجتمع أو فريق من الطائفة كان يؤمن بأنه أي واحد يحكم هو يصير حاكم شرعي في العراق وغير العراق فعلى هؤلاء أيضا أن يتخلوا عن أفكارهم الطائفية التي تناصر الحكام الطغاة الظلمة المستبدين ويؤمنوا بالديمقراطية الديمقراطية يعني يؤمنون بالمساواة بالحرية للجميع بحق الجميع في المشاركة السياسية والنقد وتحمل المسؤولية هذه مو كل الناس يؤمنون بها الآن مو كل السنة مثلا في حركات سنية جماهيرية تؤمن بالديمقراطية وتطالب بالديمقراطية ولكن هناك حكام مستبدون طغاة مستيطرين على كثير من البلاد الإسلامية وحولهم طبقا من رجال الدين طبقا من السياسيين طبقا من الفكر المتخلف الذي يدعم هؤلاء الطغاة والمستبدين فنحن بحاجة جميعا بالحقيقة جميع المسلمين بحاجة أن يتخلوا عن الفكر الاستبدادي القديم الحي والميت الفكر الإيماني ميت من قديم قبل 1300 سنة بس الفكر السني السياسي لا يزال حي وينظر لحكومة المتغلب وحكومة الانقلابات العسكرية والسيطرة عن الناس بالقوة والإرهاب كما يشوفون داعش وأخواتها مثلا فالمشكلة لدى جميع المسلمين وعليهم أن يتخلوا عن هذا الفكر ويلتزموا بالفكر الإسلامي الأصيل احترام الناس احترام حريتهم احترام كرامتهم وعدم السيطرة عليهم وذلك بيتبني الفكر الديمقراطي أو فكر الشرى قديما كانوا يعبرون عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا